موسيقى نشرة الأخبار من يمن شباب معكم هشام جابر والبداية بالعنوين الجيش يحرر مواقع مهمة بالقبيط شمال لحج وقيادي في الجيش يطالب بإسناد جوي لمواصلة التقدم باتجاه الراهدة موسيقى بعد تفجير عدد من المنازل الحوثيون يفرضون حصارا على قرى الحيمة شمال شرقي تعز موسيقى وتظاهرة مناوئة للتحالف في عدن تندد بممارسات الإمارات وداعية إلى سرعة إطلاق الشيخ نضال بحويرث موسيقى السلام عليكم قال المتحدث باسم جبهة القبيطة التابعة لمحافظة لحج علي المنتصر إن تحرير الجيش الوطني لمواقع التبة الحمراء والسنترال ومدرسة الفلاح جاء إثر كسر الجيش الوطني لهجوم شنته ميليشي الحوثي الإنقلابية وحقق على إثرها الجيش انتصارات كبيرة وأوضح أن سيطرة الجيش على هذه المواقع يؤمن تقدم قوات الجيش من الشريج المتوجهة إلى منطقة الراهدة وتقوم بحمايتها من الظهير ويسمح لها بالتقدم بطريقة آمنة ودع القيادي في مقاومة القبيطة طيران التحالف باستهداف مواقع الميليشيا وقناصيها المتمركزة في جبل جالس ونجد قسم وأشار المنتصر إلى أن خط ضمران الذي يوصل منطقة القبيطة بالراهدة يعتبر خط إمداد للميليشيا وأن الجيش والمقاومة يضعونه نصب أعينهم باعتباره هدفا تاليا منوها إلى ضرورة إسناد مقاتلات التحالف واستهداف التعزيزات المستمرة للميليشيات وأودت المعارك المتجددة في مناطق بمنطقة القبيطة إلى خسائر كبيرة في صفوف عناصر الميليشيا وكبدتهم خسائر في العدة والعتاد تفرض ميليشي الحوث الإنقلابية حصارا مطبقا على قرى منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية الواقعة شمال شرق مدينة تعز وأكد الشيخ فاروق الصراري وهو أحد مشايخ الحيمة فيما مداخلة له على يمن شباب أكد استمرار قصف ميليشي الحوث العنيف العشوائي على منازل المواطنين ما أوقع شهداء وجرحة من المواطنين بينهم نساء وأطفال وأضاف الصراري إن الميليشيا قامت بتفجير عدد من منازل المواطنين بهدف ترويع السكان وإثنائهم عن مقاومتهم والوقوف في وجه مشروعهم السلالي والعنصري وكانت مصادر محلية تحدثت عن تفجير الميليشيا لسبعة منازل في إطار قرى الحيمة منذ يومين وأشار الشيخ فاروق إلى أن الحوثيين عمدوا إلى تفجير مضخات الأبار التي يعتمد عليها المواطنون في الشرب وسقي أشجارهم في سياسة عدائية ممنهجة ضد أبناء قرية شقب بالحيمة كشفت إحصائية جديدة عن عدد المعتقلين من أبناء منطقة الحيمة بالتعزية لدى ميليشيا الحوثي الإيرانية وأوضح الشيخ فاروق الصراري أن ثلاثين من أبناء مديرية التعزية اعتقلتهم ميليشيا الحوثي في إطار حربها اللا أخلاقية والشعواء التي تشنها على قرى ومناطق الحيمة شمال الشرق مدينة تعز وقال الصراري ليمن شباب إن ثلاثين من خيرة أبناء المنطقة اعتقلتهم الميليشيا الإنقلابية ولا يعرف عن مصيرهم شيء حتى هذه اللحظة مشيرا في ذات السياق إلى أن الحوثيين يستخدمون معسكرات ويقومون بالزج بالمختطفين والمخفيين قصرا إلى هذه المعسكرات وأوضح القيادي أن الميليشيا بعد فرضها الحصارة على مناطق وقرى الحيمة تقوم بتفتيش الداخل والخارج من وإلى هذه المناطق احتشد الألاف من ثواري تعز إلى ساحة الحرية في جمعة أسموها تعز غير في إشارة إلى أن تعز عصية على المشاريع الظلمية ولم تقبل بفرض الإملاءات الخارجية وتدوير بقايا النظام السابق تأتي هذه الجمعة في الذكرى الثانية لتأسيس مجلس تنسيق المقاومة الذي وقف في وجه ميليشيا الحوثي الإنقلابية وأدار المعركة في تعز وقاد حركة المقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي وشريكه في الإنقلاب أحيا ثوار تعز بساحة الحرية جمعة أسموها بجمعة تعز غير في إشارة إلى أن تعز صاحبة المشروع الوطني لا تقبل بالمشاريع الظلامية ووجهتها بكل ما أوتيت من قوة وقدمت في ذلك أكثر من ثلاثة آلاف شهيد أتت هذه الجمعة بالتزامن مع الذكرى الثانية لتأسيس مجلس تنسيق المقاومة الذي عمل على إدارة المعركة والتصدي لميليشيا الحوثي وشركائهم قبل تشكيل الجيش الوطني تعز حاملة المشروع الوطني لن تقبل أي التفاف عليه نحن خطنا واضح ومسيرتنا بينة المعالم لا يمكن أن نقبل غبشا ولا دخنا في صفنا تعز مليئة برقالها وأبطالها إلى حال الاكتفاء شيء من المعدات والعتاد العسكري مطلوب لاستكمال عملية التحرير ولن نأبها بأي التفاف على مشروعنا فتعز غير في تحريرها وصمودها ورفضها لكل التفاف على مشروعها الوطني ومن منبرها صداح حتف الثوار تعز للشهداء مطالبين الشرعية والتحالف العربي بتحرير ما تبقى من المحافظة وأكد الثوار في هتافاتهم أنهم لن يقبلوا بالقتلة والمجرمين في مدينتهم ساعة صغير يا ثوار سوف نواصل المشوار اتقدم يا جيش اتقدم اتقدم يا جيش اتقدم والقاتل لازم ما يعدم والقاتل لازم ما يعدم يا محافظ احنا معاه ضد القاتل السفار ضد القاتل السفار لا يقال لأحد مسلما إلا بعد أن يعلن إسلامه مقاربة يرى المنظوين تحت شرعية أنها تنطبق على من يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الجمهورية دون الاعتراف برئيسها فلا يعلم أولئك أن دماء الشهداء جعلت من هذا التراب شرفا لمن لم يكفر بالجمهورية ويشرك الإماميون في إسقاطها ما يجعل هذا التراب شرفا هي دماء الشهداء لكن بعض القوى في الأحزاب السياسية والتحالف العربي تتجاهل ذلك بل تريد أن تجعله قذرا بتهميش دور الجيش الوطني ودعم ميليشيات خارجة عن الشرعية عبد الرئيس الزبحاني من شباب من ساحة الحرية بمدينة تعز أصدر محافظ تعز أمين محمود أوامر برفع حواجز تفتيش مستحدثة ومنتشرة على الطريق الرابط بين مدينة تعز ورأس هيجة العبد وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية إن المحافظة وجه بدلا عن ذلك بنصب سبعة عشر حاجز تفتيش رسمي موزع على الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية في المحافظة وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة للجنة الأمنية لتأمين المنافذ والقضاء على مختلف أنواع التهريب وضبط المتسللين والمخالفين إلى جانب ضبط الحالة الأمنية وإنهاء الإختلالات وحدد التوجيه ثمان نقاط تفتيش مناصفة بين القوات الخاصة واللواء خمسة وثلاثين مدرع وثلاث نقاط لللواء سبعة عشر مشا ونقطتين تفتيش لللواء اثنين وعشرين ميكا ونقطة عسكرية واحدة لكل من اللواء الرابع مشا جبلي واللواء مئة وسبعين دفاع جوي والشرطة العسكرية والأمن العام نفذت قوات من الجيش الوطني عملية نوعية استهدفت مواقع ميليشيا الحوث الإيرانية في جبهة حام الواقعة في مدرية المتون شمال محافظة الجوف وقال رئيس عمليات اللواء مئة واثنين وعشرين العقيد عدنان العزري إن عددا من جنود اللواء نفذوا عملية تسلل إلى مواقع الميليشيا في ميمنة الجبهة وأشار إلى أن العملية أصفرت عن مصرع اثنين من عناصر الميليشيا وجرح آخر واغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة كانت في الموقع وذكر العقيد العزري أن جنود اللواء المنفذين للمهمة عادوا بسلام دون وقوع إصابات كثفت ميليشيا الحوث الإيرانية من قصفها للقرى والمناطق السكنية غرب محافظة الضالع وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوث الإنقلابية لجأت إلى قصف الحاضنة الشعبية للجيش مستهدفة الأحياء السكنية وبشكل عشوائي وكشفت عن عمليات ابتزاز ونهب تقوم بها الميليشيا بحق الأهالي والمسافرين وسط الخط الرابطي بين الضالع وإب وعلى مدخل الضالع من الجهة الغربية تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض صاروخ فاليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وقالت وسائل إعلام سعودية إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ ودمرته قبل أن يصل هدفه دون أن يلحق ذلك أي أضرار وكثفت ميليشيا الحوثي أخيرا هجماتها الصاروخية والعسكرية على السعودية وكان أحدثها ما أعلنه المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه نجران جنوب المملكة هذا وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن تحرير محافظة صعدة سينتج عنها أو سينتج عنه سقوط فوري لسلطتها في صنعاء وأضف في تصريح صحفي أن قوات التحالف تولي أهمية بالغة لمعركة تحرير صعدة معقل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وأشار المتحدث الرسمي للتحالف أن تحرير صعدة سيؤدي إلى دخول الشرعية صنعاء دون قتال ومؤكدا أن التحالف العربية لديه كافة الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية المسيرة التي هربتها طهران لميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن وجدد العقيد المالكي التأكيد على أن النظام الإيراني يتحالف مع الميليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية ويعمد إلى تهريب الصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان خلال اجتماع مع مارتن جريفت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أكد دعم الولايات المتحدة لجهود إعادة جلسات الحوار بين الأطراف المتنازعة في اليمن بما فيها إطار المفاوضات الذي يجري العمل عليه حاليا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدر نورت إن سوليفان التقى جريفت في العاصمة الأمريكية وقدم له الشكر على الجهود التي يبدلها لحل النزاع في اليمن وأشارت إلى أنهما تطرقا إلى الوضع الإنساني في اليمن وسبول إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اللاجئين والمدنيين اليمنيين واتفق المسؤول الأمريكي مع المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن على أن حل المأساة الإنسانية والأزمة السياسية والأمنية لا يتم إلا من خلال توصل الأطراف كافة إلى اتفاق سياسي شامل لحل الأزمة اليمنية اغتال مسلحون مجهولون الكاتب الصحفية والمؤرخ المحلي عبدالله عنبر وأصابوا آخر بجروح خطر اليوم الجمعة في منطقة موديا في محافظة أبيان جنوب اليمن وقال مصدر محلي إن المسلحين أطلقوا النار على الرجلين في منطقة تقع شرق مدينة موديا قبل أن يلوذوا بالفرار ولم تعرف هوية المسلحين حتى الآن وعنبر كاتب صحفي وشاعر شعبي ومؤرخ محلي في محافظة أبيان تظاهر المئات في العاصمة المؤقتة عدن للتنديد بممارسة قوات أمنية مدعوما إماراتيا وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الإمارات وطالب المتظاهرون الذين خرجوا عاقب صلاة الجمعة بمدينة كريتر طالبوا الحكومة بتوفير الخدمات ورددوا هتافات بالروح بالدم نفديكي يا عدن كما رفعوا أعلام مستوطنة عدن إبان الاحتلال البريطاني وفي المسيرة التي جابت شوارع عدن ندد المشاركون بممارسات قوات مدعومة إماراتيا وصمت الحكومة الشرعية داعين إلى سرعة تفعيل الخدمات والكف عن تدمير الخدمات والأمن في عدن كما نفذ رواد مسجد الذهيبي في مدينة كريتر وجمع من المواطنين بالعاصمة عدن وللجمعة الرابع على التوالي نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن إمام وخطيم مسجدهم الشيخ نضال باحويرث المختطف منذ ما يقارب الشهر من قبل مسلحين يتبعون أمن عدن المحتجون خلال الوقفة رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح الشيخ وشعارات تدين اختطاف الآئمة والخطباء وتعتبره جرمة في حق الدين والمجتمع والإنسانية ونشد المحتجون الحكومة الشرعية والسلطات الأمنية في عدن إلى سرعة الإفراج عن الشيخ باحويرث ورد الاعتبار له كما دع المشاركون في وقفة اليوم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أكبر عصر يوم الأحد القادم أمام بوابة قصر المعاشيق لمطالبة الحكومة بالضغط على السلطات في عدن للإفراج عن الشيخ نضال وكذا النظر في قضايا المعتقلين والمخفيين قصريا وبدون محاكمات وسرعة إحالتهم للنيابة والقضاء للفصل في حقهم وإنصافهم دعا نشطاء ومواطنون الشرعية والتحالف والمنظمات الدولية إلى سرعة الاستجابة العاجلة لمواجهة آثار التهجير القصري التي ترتكبه الميليشيا الإنقلابية بحق سكان قرى بمحيط مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة وقال غالب القديمي مسؤول تحالف رصد في مداخلة له على ياما الشباب إن مديرية حيس تعيش حالة حصار تفرضه عليها ميليشيا الحوثي من الشمال والشرق والغرب حيث تعرض سكان سبع قرى في الشعوب واللفج وبني الخضيري وبني العليلوي وأبناء الربيع شرقا إلى حصار وتهجير قصري أما بقية القرى فإن الحوثيين يتمترسون فيها ويقومون بتفجير بعض المنازل فيها واستغرب القديمي غياب أي عمل إغاثي أو جهود المساعدة والإيواء مشيرا إلى أن المواطنين ينزحون إلى مدارس وتحت الأشجار في ظل إنعدام مخيمات الإيواء داعيا الدولة إلى فرض سيطرتها الكاملة على حيث بما في ذلك السيطرة الأمنية وسرعة استكمال المناطق المحيطة بحيث لوقف قصف الميليشيات على القرى ومركز المديرية دونما سبب تمضي الميليشيا الحوثية في ممارسة الاستبداد السلالي والعرقي في مناطق سيطرتها وقد حولت البرلمان إلى أداة لتشريع نهبها لأموال المواطنين وفرض ما يسمى بالخمس وهو صيغة تعزز العنصرية وتجعل التمييز العرقية أمرا واقعا في صنعاء والمحافظات غير المحررة الخمس هو جديد أعمال مجلس النواب بصنعاء بدون نصاب قانوني وبطريقة مخالفة للدستور يناقش المجلس الحوثي وحلفائهم من المؤتمر الشعبي بشكل مكثف مشاريع الإرادات المالية لغرض فرض جبايات جديدة باسم الزكاة والضرائب وغيرها النائب أحمد سيف حاشد كشف أن جماعة الحوثي المتحالف معها تسعى بشكل حذيث لتعديل مصارف الزكاة بحيث يكون الخمس منه نصيب للهاشميين الحوثيين وبحسب وزير الشؤون القانونية الحوثية عبد الرحمن المختار فإن تسمية القانون الجديد تكون قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية أي رعاية الأسر الحوثية من سلالة القناديل وبحسب الوزير الحوثي فإن مصارف الزكاة دون الخمس مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وهو ما يستدعي فرض قانون جديد يعيد الأمر إلى نصابه في خطوة تستكمل النهج الحوثي للإمامة بحذافيرها الدقيقة ووفقا للنائب حاشد فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة تدرج السلالة كأول مستحق للزكاة بناء على دوافع عرقية وسلالية مذهبية فيما أوكل مشروع القانون لحكومة الحوثيين تحديد لائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف يأتي ذلك في وقت تضرب فيه المجاعة باليمن وتمثل أسوأ كارثة إنسانية في العالم وبحسب برنامج الإغذية العالمية فإن ثلاثة أرباع السكان بحاجة للمساعدة العجلة للبقاء على قيد الحياة فيما هو مهدد بإعادة انتشار وباء الكوليرا تبدو السلالة الحوثية المنحدرة من الهاوية تصابق الزمن بفرض أكبر قدر من الجبايات على جوع اليمن بعد نهبها للبنك المركزي والرواتب وموارد الدولة المالية وفرض الجبايات المتكررة باسم الغدير والشهيد والمجهود الحربي والجمارك في مختلف الطرقات وسيطرة على الاقتصاد الخاص تجري الجماعة جهودا متسارعة لشرعنة جبايتها من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ويحذر مراقبون في الجماعات الدينية من خطورة المشروع الحوثي الذي يمزق النسيج الاجتماعي للشعب عبر بناء طبقات اجتماعية قائمة على العرق والمذهب قد تقود إلى حرب لا نهاية لها ما لم تتراجع الجماعة عن مشاريعها العرقية التي تعيد نموذج حكم الإمامات الإرهابي حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف من تفشي وباء الكوليرا مجددا في اليمن حال استمرار أزمة مياه الشرب وقالت المنظمة إن هناك أكثر من ثمانية مليون طفل يمني غير قادرين على الوصول بشكل كاف لخدمات المياه والإصحاح البيئي وحذرت منظمة اليونسيف في بيان من أن مؤشرات بعودة وباء الكوليرا تلوح في الأفق إذا ما استمرت أزمة المياه من دون حل وقال خيرت كابلاري المدير الإقليمي لليونسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الحرب التي فرضتها ميليشي الحوث الإيرانية تسببت في حرمان المزيد من السكان من المياه وأشار البيان إلى أن اليمن شهد العام الماضي أكبر عملية تفشي لوباء الكوليرا على مستوى العالم يأتي هذا فيما قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بالكوليرا في اليمن العام الماضي بأكثر من مليون وثمانين ألف مصاب فيما جاوزت الوفيات ألفي حالة طمأن مدير شركة الغاز بمحافظة تعز بلال القميري المستهلكين بتوافر كميات كافية من الغاز المنزلي وقال القميري في تصريح إن استوانة الغاز تباع للمستهلكين بسعر ألفين وخمسمائة ريال وأضف أن الشركة تمارس دورا رقابيا على عمليات البيع ولن تتهاون في هذا الأمر وحذر مدير شركة الغاز بتعز من التلاعب في عمليات بيع الغاز بعد كسر احتكار بيعه وإحالة المتلاعبين إلى النيابة الغاز متوفر والرقابة موجودة ونحذر أي وكيل من التلاعب فهناك نيابات ومحاكم ستتولى هذا الموضوع ولن نتهاون مع أي وكيل يقوم بتلاعب بهذه السلعة الخدمية الاحتكار في السوق طبعا بذير قهد غير عادي منذ البداية وكان في نوع الحزن وعدم التلاعب وتقاوبوا فعلا بعض الوكلاء وفي بعض الوكلاء تلعبوا أو حاولوا أن يتلعبوا فنالوا عقابهم وفي قضايا منظورة لأنه بالنسبة للمخالفين أمام النهابات نهاية النشرة تذكير بالعنوين الجيش يحرر مواقع مهمة بالقبيط شمال لحج وقيادي في الجيش يطالب بإسناد جوي لمواصلة التقدم باتجاه الراهدة بعد تفجير عدد من المنازل الحوثيون يفرضون حصارا على قرى الحيمة شمال شرقي تعز وتظاهرة مناوئة للتحالف في عدن تندد بممارسات الإمارات وداعية إلى سرعة إطلاق الشيخ نضال بحوينف دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة